حياة بقت بتجري في الارض وهي مرعوبة وهي سمع صوت ضرب النار بيزداد وكانت سمع خطوات حد بتقرب منها ووشها كان على طراب ولحد ما صرخت وهي بتلف وبتقف مكانها بعد ما الشوك دخل في رجليها وادمعها نزلت وهي بتعود على الارض ومسك رجليها وهي حسب الام في كل جسمها لكن اول ما حسد بالخطوات بتزداد وفي صوت تعمير مسدس كأنه بيجهز للضرب تحملت على نفسها وهي بتقاوم وبتحاول تمشي لحد ما سمعت صوت جلال وراها وبنحباس انفاسه وقلبه اللي ما كان شاعد متحمل حياة وحياة اول ما سمعت الصوت حسد بنهيار عالمها وهي بتتدور وبتبصله وجلال بصل شكلها وهو موجه عليها الكشاف وبينزل مسدسه وهو مصدوم من لبسها وشكلها وادمعها وعنيها الورمة جر عليها وهو مش مستوعي بشكلها وكان بيحضنها بقوة وهي وقعت على الارض مرعوبة لكن كانت مسكة في البلوفر بتاعه بقوة كان نطوء النجاح لها كانها منتظرة من وقت طويل حياة بدمع وراب انا انا خايفة اتأخرت او يا جلال وجلال وهو بيحضنها بقوة كانه بيدخلها جوة صدره وهي مستسلمة لي ومش بتقومه حقك علي حقك علي انا كان بيتكلم وهو مرعوب لحد ما حس بارتخاءها وبصلها كانت فقدت الوعي وبيمسك ايدها بسرعة وبيقس النبض كان موجود لكنه ضعيف لكنه حس بحد بيقرب منه ويلقى جمال بيقوله جلال اتنهد براحة وهو بيسيب حياة على الارض وبيقوم بسرعة قبل ما جمال يشوفها بالشكل ده وجمال بجدية صلاح والعمدة ورجالتهم تحت سيطرتنا تأمر بايه صلاح الكل بتاخده هو وزناتي واللي اسماعه محاسن على المغزن الكبير ومحدش يقرب لهم لحد ما نأمر حسابهم معاية ايل اوي اللي يتجرق ويلمس مراطي يبقى حكم على نفسه بالموت هو وعلته نفر نفر طب وانت هترجع اسكندرية لا انا وحياة هنطلع على بيتي في المنصورة علشان محدش يتكلم ومش عايزك تسيب اثر للي حصل والرجال اللي تصابط تاخده مع المستشفى مش عايز اسم حياة ذكر في اي حاجة مش عايز حد يتكلم اصلا عن اللي حصل تمام يا جلال تحب احرزكم لما تخرجوا من البلد؟ لا ملوش داعي اعمل قلتي لك عليه وارجع اسكندرية انا وحياة في الساحل بنقض شهر العسل ده اللي الناس كلها لازم تكون عرفاها انت فاهم؟ انت تقمر بعد اذنك باشا وجلال اخد نفس عميق وهو بينحن المستوها وبيشلها وبيخرج من الارض وبيروح لعربيته هو بعد دايق وبيسق عربيته وفي طريقه وهو بيبصلها بهدوء وبدأ الغضب يتغلل في ملامح وشه وهو متأكد ان هي اللي خرجت من البيت بمزاجها وكانت نوية تهرب وهو حاسس برغبة قوية بتكسر راسها وبيقود السيارة بسرعة وفي طريقه البيته وبعد نصف ساعة وقف جلال قدام بوابة ضخمة وبيجي البواب وبيفتحها وبيدخل جلال بسرعة والبواب قال له حمد الله على السلام يا جلال بيه الدكتور منتصر وصل من شوية جلال نزل من عربيته وشل حية وطلعها على قطه حتى برق على السرير وهو بيغطيها كويس وبعد دقيق دكتور منتصر متيلاش يا جلال بيه هي كويسة لكن تفضل نايمة شوية لو في اي حاجة ممكن لها مستشفى يا دكتور ما فيش داعي هي بس محتاجة ترتاح لان عندها انهيار عصبي وواضح ان الفترة الاخيرة كان فيها اضطرابات كتير قوي انا هكتب لها دوا مهدئ وهتكون كويسة باذن الله لكن يمكن حرطها ترتفع ده بسبب الجرح اللي يفرق ليها لازم حد يفضل معها ويعملها كمادات ويارد تبعد عن اي ضغط نفسي تمام يا دكتور متشكر جدا واسف على الاذعاك في الوقت ده على اي بس يا جلال بيه خيرك وجميلك مغرقنا بالاذن انا بقى ولو احتاجتني في اي وقت انا موجود اتفضل يا دكتور وبعد دقيق جلال كان قاعد على طرف السرير وهو بيبصلها بشفقة على حلها ما كانتش كده اول مرة شفها في اسكندرية لكن جوه غضب وكر بسبب هروبها وبيفكر في السبب اللي خليها تعمل كده بالرغم انه ردلها كرمتها قدام ابوها وعرف الكل ان شهد هي اللي غلطانه غمض عني بارهاق وهو بيمسح وشها من العفرة بفوتة صغيرة وبيرفع الغطب من عليها وهو بيبص للبلوفر اللي هي لبساه وهو بيفكر هيعمل ايه مع ابو وكل اللي ازوها لكن اقصى منهم هيكونوا عبرة ما كانش عارف يعمل ايه معها وبقى يعمل لها كم مدات لحد ما حس بها بتتنفض بين ايدي بقوة وحررتها بترتفع اكتر وبتهلوز بكلام مش مسموعة ويجلال بدون ادراك فقد مشاعره وهي من تقوده حياة فوقي فوقي يا حبيبتي حياة وملقاش منها اي اجابة وبقت بتتنفض بقوة وما حسش بنفسه وهو بيوديها نحية الحمام وبيمل البنيو بالمية البردة وبيساعدها في تخفيف حررتها بالرغم انها كانت بتتنفض بقوة بسبب المية الا انه لم ينشفق عليها فقط كل اللي هو عايزه انها تتعافى بالرغم ان قلبه كان بيوجعه وبعد دقيق بتكون حياة نيمة على السرير بهدوء وهي لبسة بجامة من بتاعها جلال لان ما فيش لبسة مناسب لها في البيت وجلال بيغطيها كويس وبيروح نحية الحمام وبياخد شوار وبيزيل بي كل عناق اليوم ودايه وبيخرج وهو حاطة الفوتة حوالين رقبته وبينشف شعره وكان بيبص الحياة بغضب وخوف كل حاجة وعكسها وبيروح يقعد على الانتري ويطلع سجارة وبقى بيدخن وهو مش شايف وبعد وقت طويل كان بيتقلب على الكنة ببدي وبيحاول ينام لكنه ما كانش عارف ام وطلع البلكونة وهو بيفكرها يعمل اي معها وبيهمس لنفسه ببعض الكلمات ما لك يا جلال اول مرة بنتي تشكل بكيانك ما لك اول مرة تكون عايز تقرب من واحدة بالشكل ده وبعد ان هي نفسها مش عايزان فوق يا ابن الحلال بدل ما تلقى نفسك لابس في حيطة بس اتمراطك ولا انت ناوي طلقها اطلقها اي بس هي لعبة يعني لو هي مش عايزك تكبر عليك اكيد لا طبعا يبقى يزم تسيبها لازم تسيبها فترة لحد ما تشوف ايه اللي هيجرى في الدنيا بس وحيات امك يا حياة لا علمك الاجب هو اصل شغلك نانا وانا مواريش حاجة هفضيلك نفسي اما شوف اخرتها معك ايه وعدت دقايق كأنها سعد وهو واقف بيفكر هيعمل ايه مع ابو لكن السؤال المحير ازاي سليما نعرف ان حياة هتحاول تهرب في الوقت ده جلال بوجع ودمومة حجرة نفسي اعرف انت بتعمل معايا كده ليه يا سليمان يا شهاوي ليه احيانا بتحبني اشك ان ابنك معقول الغضب يعميك لدرجة انك تتسبب في مشكلة ممكن تهزي سمعتي معقول ما فكرتش الناس هتقول ايه علي لما يعرفهم ان امرأتي هربت يوم صباح ايطا ليه وكان اعج في البلكونة وهو بيدخن لوقت طويل حاسس بالغضب من الكل ما كانش عارف ينام كانه ادمن انه ينام في حضنها بعد ما ضمها الحضن لمرة واحدة وغفلت عينه في النوم حتى فق على صرخ حياة وتنفضه ورايح يشوفها كانت لسه نيمة وبتصرخ بفزع ورعب ووشها شاحب وعرقانة وجلال عارف انها بتعاني من حلم او كبوس كان خايف عليها ومرعوب جلال بلهفة حياة اومي اومي يا حبيبتي نطأ الكلمة دي بعفوية هاي 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 تلوني كان هي تدي على ايه يا جلال ونطأت باسمه وهي بتقوم من مكانها وترمت في حضنه برعب وهي خايفة وبتتراش وجلال حاس بنحباس انفاسه لكن ما قدرش يقومها وهو بيشدها على حضنه بقوة وبيتطبطب على ظهرها بحنان وحياة دفنت وشها في صدره وهي بتعيد بهستريا وراب ويجلال بلهفة رغم رغبته القوية في انه يبعدها عنه ويعقبها على تهورها وافعلها حوتها بيدراو شش ايه دي يا حبيبتي ده حلمي ما تخفيش انت دلوقتي في حضني محدش يقدر يبعدك عني عدت ثواني ورجعت غفلت في النوم عميق كأن اللحظة دي مش موجودة في ذكرياتها جلال حاس بارتخاء جسدها وهي لسه متشبكة به كأنها خايفة ما كانش حابب يبعدها عنه لكن برضه مش حابب يظهر ضعفه قدامها اخدها في حضنه وهو بينام بعمق بالرغم ان النوم كان بيجا فيه لكن ما حسش غير وانه نايم نوم عمق وفي صباح اليوم التالي بدأت حياة فوق وهي حس بصدع شديد وبتقوم ببطء وتقل وهي بتبص للقوضة الغريبة اللي هي كانت فيها لكن ما كانش في حد غيرها جلال كان مصر انه يسح قبلها ويبعد عنها علشان ما تحسش بمشاعره او ضعفه قدامها قامت ببطء وبدأت تفكر في اللحظة الامبارح واني جلل لحقها في اخر اللحظة ودمعها نزلت غزبا عنها وهي سمع صوت الدش شغال وعرفت انه بياخد شور وعادت على طرف السرير وهي بتبصر رجليها المصابة واستغربت البجامة اللي هي لبسها وضمت نفسها بحوط جسدها برعب وخجل وانه هو اللي ساعدها انها تتغير وتنام وجلال خرج من الحمام وبصلها باللام وبالا وهو عارف هي بتفكر فيه لكن ما كانش حابب يحرجها وقف يلبس هدومه وخرجوا كأنها مش موجودة حياة قامت باستغرب من هدوءه وسباته اللي انفعلي ما كانتش متوقعة كده قامت ببطء وراحت ناحية الدولاب فتحته بالدورة على هدوم لها لكن ما كانش فيه غير لبس جلال حسد بغضب هلبس ايه دلوقتي اكيد مش هطلع باللبس ده وفضلت قادة نص ساعة ما تتحركش لحد ما سمعت خبطة على الباب ادخل جليلة باحترام ستة حياء سجلال امرني ان اديك العباية دي عباية عباية ايه انت مين انا خلتك جليلة مرات عمك محمد الغفير وده عباية باتتصارة هي في سنك كده هتلاقيها متزبط عليك ما تخفيش دي محدش لبسها متشكري يا ستة جليلة هو احنا فين ده بيت جلال بي احنا في المنصورة اصل اهل الحج سليمان ابو سجلال كلهم عايشين هنا في المنصورة فهو واخد البيت ده علشان لو حد من اهله حبي يزوره وهو هنا اه تمام تحب ساعدك في حاجة لا انا كويسة ومتشكرة جدا على ايه كله من خير سجلال ربنا يسعدكم والف مبروك يا بتي والله انت محزوزة ده جدع كل البنات تتمناه كيفية هبته هو طيبة قلبه ما تستغربيش انا عارف سجلال كويس منه هو صغير ربنا يسعدكم ويرزقكم بالزرية الصالحة اللي تفرح قلبكم حياة بابتسامة غمضت عينيها وهي بتقوم وبتروح نحية الحمام وعنده ايوب الهام بغضب وعصبية لا حد امتى يا ايوب لا حد امتى هفضل مستحملة العيشة دي يا اخي انا قرفت منك انت اولادك اللي الصباحة اللي تسدي النفس دي فيه يا بنت مالك فيه اني زهقت من العيشة دي يا ابن السوي وانا حسن اقل من كل اللي حوالي يا اخي شوف الفرح اللي عاملوا لامراته ده فرح هيفضل يضحك علي كل اسكدرية والشابكة اللي اخترها لها والمهر اللي كتبوا ليها مهر 2 مليون جنيه ومآخر 5 مليون هو لك انه وارث هو انا بشحت منك مصروف الاسبوع وايوب هو بيدخم بغضب ده انت وليه يا عايزة الحر ده انت استباحة تقرف وبعدنا هو المصوف اللي مش بيكفيك انت والعيال يبقى خراسي لا يا ايوب مش بيكفيني انا عايزة حسن اللي هي ايمة بالله عليك ما شفتش الناس بيبصر الاخوك ازاي وهو الصغير وكل بيتمنى يفدي برقابته ما شفتش الفلوس اللي معا قد ايه هو بعمره مداله جنيه هو اللي اعتمد على نفسه انا زهقت من العيشة ديه يعني عايزة ايه على الصبح ازاولك المصروف لا يا حبيبي انا بس عايزة اكت فوق لنفسك واتقرب من اخوك واتحاول تستفد منه وكمان الحق الشريف ده عنده فلوس كتير قوي تعيشك انت واحفادك ملك كل ده هيبقى الاختك واللي اسمها حياة وطبعا كله هيكب في كرش السجلال وياخد كل حاجة لا حبيبتي ما تخافيش مش هيلحق المهم الى عالفين هندي ستهم وإلهام ابتسمت بمك وهي متأكدة انه ايوب بيفكر في حاجة وباللياملته ده زادت من قرهو لاخوه وعنده حياة حياة بتنزل من قضيتها ببطء وهي سند على تربزين السلم وجلال كان بيشرب القهوة بتاعته لا حد ما حسبها هو بحركتها وبيرفع راسه بيبصلها لكنه بيب لاريء بصعوبة وهو شايفها نزل لبس عباية سودة بتبرز قومها الرشيق بقى ناقتها وافتكر كلامه لما قال ان هي مفاش رحت الانوسة يوم خنقتها معا لما رفضت العريس حسل اول مرة انه غبي فأمن شروده على نظرتها لي المتوترة وهي وقفة جنب الكرسي وحيا بهدوء وتوتر هيا جلال هتطلقني امتى وجلال بدحك على سؤالها الأحمق وهو بياخد شفطة من فنجان القهوة وبيبصلها بنظرت مش مفهومة بتضحك على ايه اظن ان انت قريت الرسالة اللي سبتها لك قبل ما سيب البيت واني عايزة تطلق اه قلتلي طلق تمام يا حياة طلق مش هطلق والهبة اللي انت عملتي كله ده ما دخلش دماغي بنكلة اصلي صحيح نتيت اقولك ايه جلال قام وقف قدامها وهو بيبصلها بتمع عنوب هامس اصلي قريب قوي هتكوني ام اولادي وحكاية الطلق دي تنسيها وحياة حسد بقلبها انه بيدق اجامل بس بس انا انا مش موافقة وكده كده هسافر وبعدين انت مش بتحبني وقالتها بغيرة وهي بتفتكر كلامه مع شمس بعض الفرع جلال بعدها مهتمام مش هتفر كتير في بيوت كتير قوي قامت بدون حب وبعدين انت عايزة حب في ايه ماذا ما عايزة طلاق وحياة بقوة وغيرة وفاكرة انها هتكون زوجة بديلة او سد خنال شمس انت فاكرة انها قبل بالوضع ده ليه واحدة من الشارع انا امراتك وانت من حق انا وقلبك من حق الوحدي وحطت ايدها على بقها بسرعة وبصلها جلال بصدمة من كلامها التلقائي والشاكة دي ينفجر من الشعور بالخجل وجلال بابتسامة جميلة ما عرفش يمنعها يعني انت عايزة قلبي انت 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 فاهم غلط انا قصد قصد انا عايزة اعرف تقصد ايه بالظبط انا انا ما قصدش حاجة انا خارج وعايزة ارجع الاقي الغداء جاهز الغداء غداء ايه انا ما بعرفش اطبخ ده ازاي ان شاء الله عندك 23 سنة ومبتعرفش تطبخي انا انا كنت باكل من ايد مام ولما تعبت كنت بجيب اكل جاهز لنا ما يخصنيش ساعتين زمن ارجع يكون الغداء جاهز ليه انت فاكرني كده ما عندك الافضل تكون كده لان لو اعتبرتك مراطي اول حاجة هتكون مراطي قولا وفعلا يا موزة او ده حاجة بقى انا موافق عليها جدا وحيزقته بقوة بعدته عنها خلته يضحك بطريقة وهو قاصد يوترها لانه لا يمكن يعمل حاجة غزبا عنها وحابب يلعب معها لابت القط والفاردي وجلال بخبص اظن كلامي واضح وتلمي شعرك ده مش ناقص يا جلال ايه هو واقع في الاكل عندك كل حاجة في المطبخ جوه ماشي يا جلال والله اللي خليك تندم على انك فكرت بس تكون من ايدي ودخلت المطبخ ووقفت نص ساعة بتفكر تعمل ايه كانت مش عارفة تعمل اي حاجة لان الاكلة الوحيدة اللي هي شطرة فيها السمك وما فيه السمك في الفليزر حياب غضب من نفسها عمل ايه دلوقتي ده ممكن ينفس كلامه ده حقير اه جهزت اكلة فرنسية كانت بتاكلها في المطاعم لكن عمرها مغربت تعملها هو بتجرب فيه وبعد عشر ساعات رجع جلال بعد زيارته لأحد أقربه بعد ما خلص كم حاجة دخل كم بيدور عليها لها عادة على الانتري وبتسمه هو بينحن المستوها وبيبص لها بتركيز لما لمحها اللي ادمنها من اول يوم شافها فيه مشاعره بتستغل لكل فرصة تكون حياة غير مدركة علشان تظهر لكن اول ما تفوق بيلبس قناع الحدة والخبص حابب يلعبها بأسلوبها وجلال بجدية حياة حياة يا صحي اه ايه اللي نايمك هنا سيادة الباشا مش قلت ساعتين فتيجي عشر ساعات ما يخصكش اللي عاشا جاهز اه جاهز طيب جاهزيه علشان جعان حياة بستطلوب غضب ودخلت المطبخ وبعد دقيق جلال حاس برغبة قوية في التقيق وهو بيأكل في حاجة ايه ده دي دي كاسولت اكلة فرنسية بس هي تقريبا مزبطتش جلال حاول ما يتعصبش وهو مقدر انها مش بتعرف تطبخ وقام هو مسك ايدها وشدها بهدوء وحياة بخوف حقيقي لا اول مرة منه ودموه انت 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 هتضربني جلال جلال اللي السدر بمحسن معلم علي بيوجعني قوي وجلال وقف مصدوم من السؤال ما كانش متوقعه من شخصية زيها قوية لكنه حاسب نغزة قوية وتأكد انها عدت بتجربة صعبة وحضنها وهو بيرتب على ظهرها بحنان وهي بتعيط ومسكة في ام يسو بقوة بالرغم انها عندها احساس بالنفور منه بسبب احساسها بحبه الشمس وان جوازهم مغرر صفقة علشان ياخد الوكالة ما قدرتش تبنع مشاعرها انها حبه قربه جلال بحنان تتقطع ايدي لو تتمد عليك مش انا الراجل اللي بيمدي ايده على حتة منه وبعدها شوية ومسح دموها بحنان وابتسامة ما تخفيش تعال معي ومسك ايدها واخدها ورا على المطبخ بصي بقى يا ستي بما اني انا وانتي هنا الوحيدنا فانا هتنازل واعمل الاكل بس وانت معايا وهتساعديني وحيا بابتسامة وهي شايف ابتسامته العادية دي لاول مرة ليعقى قلبها اسيل له وبسعادة طفولية كأنه اباها الحقيقي وهو من جاءت من اجله بيمسك ادهاب حنان وحاولت تنسى موضوع الوكالة وموضوع شمس وبتستمتع بوقتها معاه اوكي وجلال راح وقف قدام التلاجة وطلع من الفليزر فراخ وطماطمه في لفلة وحاجات كتير بس بكمية بسيطة جلال بابتسامة وهو بيحاول ينسى اللي هي عملته وهربها علشان ما يضغطش عليها يلا اشار البطاطس وانا هجاهز التقليل وحيا وقفت جنبه وهي بتاخد منه المقشرة والبطاطس وجلال ابتسمت وبيروح يجهز الفراخ وحيا ابتسمت وبتقشر البطاطس ثواني وحست بجلال واقف وراها وكان بيدفل لها شعرها مش هتعرف هحاول وابتسمت وهي بتوطي رسها جلال لم شعرها في طفيرة وانت في المطبخ شعرك بيكون ملموم على شما يقعش في الاكل وحيا هزت رسها بالاجاب وهو راح جسي الايدي وبيكمل الاكل وبعد وقت كانوا بيتعشوا سوا وحيا منبهرة من قدرة جلال على الطبخ لان الاكل طعمه حلوة وبرضو حسد بالخجل من نفسها لانها مش بتعرف تطبخ لكن اخدت اول خطوة انها لازم تتعلم تطبخ لان حياة لازم تاخد بالها لازم تخلي اللي قدامها يحب الشيء اللي هي بتعمله بالهدو مش بالعنف وده اللي جلال عامله كان ممكن يتخانق ويسيبها ويطلع ينام لكنه ساعدها وما كانش متدايق وبعد ساعة حياة كانت نايمة على السرير وهي بتبص الجلال اللي نايمة على الانتري وفجأة بعد العشاء تحولت ملمحه للحدة والقصوى والبرود لان لا يمكن ينسى اللي هي عملته حياة كانت بتبص له بحزن كان نفسها تنام لكن مش عارفة بالرغم غضبها هي كمان منه كانت بتتقلب في السرير والنم بيجافع عنها كانت منتظرة يجي نمع على السرير حتى لو بعيد عنها بس تكون قريبة منه بقت بتبص للسقف بشروط لحد ما عند وقت طويل وامت ببط وهي مسك الحافو بتغطي كويس وبتستغل للننايم وبتوضع الانتري جنبه لحد ما بتنام من غير ما تحس وجلال فتحني وبيشدها الحضن وبينامه وبيدفن وشها وبينامه اللي اتنين ضروب العشق لا يدخلها إلا هؤلاء المحكم عليهم بأن يزوق كل الألم وكل السعادة فترى يا قدر أيهما سيغلق لا حد هنا عايزين تعرفوا إعقاب جلال لحياة بكرة نعرف لكن الأكيد مش الضرب لأنه راجل حقيقي أوعدكم هتستمتعوا سلام مؤقت دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر